السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزاء الطلبة في برنامج التعليم عن بعض لمدارس الهدي المحمدي سوف نتحدث اليوم مع الصف التاسع في مادة التاريخ عن الحياة العلمية في الأردن في العصر المملوكي بداية سوف نتعرف إلى أهم المؤسسات العلمية في العصر المملوكي في الأردن وما هي أهم المدارس وكيف شجع الخلفاء على انتشار وتطور الحل العلم في الدولة الأردنية وما هي مساهمة العلماء الأردن في تطور الحركة العلمية في العصر المملوكي نلاحظ جميعنا بأن الحركة العلمية في العصر المملوكي قد ازهرت بشكل كبير وتيحود أسباب ازدهارها إلى مجموعة من العلماء وإلى تطور الحركة العلمية إلى انتقال العلماء وطلبة العلم من بغداد إلى القاهرة عاصمة الدولة المملوكية إضافة إلى اهتمام السلاطين والخلفاء بهؤلاء العلماء وحسن استقبالهم لهم وتوفير المجالس والعلمية والثقافية وغيرها إضافة إلى أن الخلفاء لم يقتصر دورهم على ذلك بل قاموا بإنشاء المؤسسات الدينية والتربوية وبرز العلماء في شتى صنوف العلم والمعرفة لذلك بصف العصر المماليك بأنه عصر الإبداع والابتكار ونتيجة لهذا الازدهار والتطور فقد بدأت العديد من المؤسسات العلمية بالظهور في ذلك الوقت وأهمها ما يسمى بالمستشفيات أو البيمارستان فقد كان الاهتمام السلاطين الأيوبيين والمماليك دور كبير في إنشاء هذه المستشفيات والبيمارستان دور كبير من خلال تسجيعهم على دراسة الطب وهو أول من استكثروا منهم فقد شجعوا دراسة الطب وكان هدفهم الأساسي من دراسة الطب هو الوقاية أهل البلد من الأوبئة والأمراض والتقديم العلاج للمرضى وغيرهم لذلك قسمت البيمارستان في العصر المملوكي إلى مجموعة من الأقصام كانت عبارة عن أقصام أربعة أهمها الجراحة، الحميات، الرمض وأمراض النساء في الوقت الحالي قد توسعت هذه الأقصام إلى عصاب، جراحة وغيرها من الأقصام المختلفة التي تشمل على مختلف الأمراض وغيرها أن هذه الأقصام فقد كانت في بداية الأمر هي عبارة عن أقصام مهمة وكانت تشرف على هذه المستشفيات أو البيمارستان كان لها مجموعة من المهام، أهمها الإشراف على معلاج المرضى عن طريق أطباء وغيرها إضافة إلى أنهم كانوا يحاولون الاحتفاظ أو إيجاد الأدوية اللازمة لهم من خلال تخصيص لكل بيمارستان عدد من الصيادلة من أجل تركيب الأدوية توزيعها على المرضى حسب أوامر الطبيب وأيضاً كانت إضافة إلى مهمتها العلاجية فقد كانت تؤدي وظيفة علمية وذلك من خلال كونها مركزاً لتدريس الطب والتعليم حتى يرى الطبيب كيف تجرى العمليات، كيف يتم صناعة الأدوية وكيف يتم ضشخيص حالات المريض وغيرها ومن أشهر البيمارستان في الأردن هي المستنشفة أو البيمارستان الناصري وسميت بالناصري لأنه خليفة سلطان الناصر محمد قد قام ببنائها في مدينة الكرك في عهد وقد عهد الأمير سنجر بن عبد الله جلي توليه مهمة بنائها ولذلك يتضح بأن من أهم الأمور التي ظهرت أو من أهم المؤسسات التعليمية التي ظهرت في العهد المملوكي ألا وهي المستشفيات أو البيمارستان التي كانت تقوم بتأدية مظائف مختلفة أما المدأسس الثانية ألا وهي المدارس وكلنا نعلم بأن المدارس لها دور كبير بناحية تطوير العلم والمراكز للعبادة فلم يكن هناك اقتصار التعليم في المدارس وإنما كانت يتم أيضاً تعتبر المدارس هي مراكز للعبادة ويتم تولي أو كانت يتولى مهمة التدريس في المدارس أصناف من الرتب التدريسية كما يوجد في وقتنا الحالي كيف هي مثلاً المعلم، المدير، المشرف، التربوي أو الدكتور أو غيرها من المختلفات أو بروفسور أو غيرها فقد كانت في عهد المماليك هيئات تدريسية تقسم إلى كل من الشيخ والمدرس والمعيد وكل منهما له مهام معينة فالشيخ هو الأستاذ المادة التعليمية يشرح الدرس للطلاب وهو المسؤول في المدرسة أما المدرس من العلماء المشهولين والمتمكنين في مادتهم يساعد الشيخ في التدريس وهذا كان أعلى من الناحية الدراسية أو التعليمية من الشيخ والمعيد مهمته إعادة شرح الدروس للشيخ للطلاب وتوضيح ما غمض عليهم أو لم يكن واضحاً بالنسبة لهم وكانت كما تحدثنا في صفوف سابقة في الصف الثامن بأن المماليك قد كانت في عصرهم هناك أقسام لهذه المدارس فهناك علوم أو مدارس تختص بالعلوم الدينية أشياء في العلوم التطبيقية، في العلوم اللغوية والعقلية أهم الأمثلة على العلوم الدينية التي كانت تدرس في عهد المماليك وفي مدارسهم هي القرآن الكريم والتفسير والحديث والمذاهب والفقه وغيرها أما بالنسبة إلى العلوم اللغوية وكانت تختص باللغة كالنحو والشعر والبلاغة وغيرها والعلوم العقلية التي كانت تختص بالفلسفة والمنطق أما إلى العلوم التطبيقية فهي كانت تختص بعلم الفهيئة ألا وهو علم الفلك والكيمياء والطب وأنشأ المماليك في الأردن عددا من المدارس المختلفة كانت من أهم هذه المدارس مدرسة صرغة ميش ومدرسة حسبان والشافعية والسيفية واليقينية وكل من هذه المدارس قد تنسب إلى شخص محدد وكانت تدرس فيها مختلف العلوم حسب هذه المدرسة فمدرسة صرغة ميش هي تنسب إلى الأمير صرغة ميش الناصري نائب السلطان السلطنة مصر وبنيت هذه المدرسة في عمان من أجل كان هدفها أو الهدف من بنائها هي تدريس المذهب الحنفي أسوة بمدرسة التي أقامها صرغة ميش في القاهرة في العام نفسه أما مدرسة حسبان فهذه المدرسة من أشتهرة من أساتذتها عبد الله بن أحمد الهاكري وتتلمد فيها ابنه القاضي شمس الدين محمد ثم أصبح مدرسا فيها وكان يلاحظ بأن وظيفة التدريس في هذه المدرسة كانت وراثية تنتقل من الأب إلى الأب أما المدرسة الشافعية والتي بناها السلطان الماصر محمد في مدينة الكرك وعهد إلى الأمير سنجر بن عبد الله الجاولي تنفيذ هذه المهام وقد تحدثنا عنها قبل قليل أما المدرسة السيفية أنشأها الأمير سيف الدين الحسامي في مدينة الصلط والهدف من تدنشاء هذه المدرسة ألا وهو تدريس المذهب الشافعي أما المدرسة اليقينية والتي أنشأت في مدينة عجلون وخربت هذه المدرسة أو دمرت بسبب السيل الذي اشتاح المدينة في عام 728 هجريا إذن نلاحظ بأن انتشرت المدارس في الأردن بشكل كبير في عهد الممالك ويعود السبب في ذلك إلى موجود العلماء والتطورات العلمية فيها واختلاف الرتب التعليمية وكان الهدف منها تطوير المنشآت بشكل عام أما بالنسبة إلى الزاوية وهي أماكن خاصة للصوفية وهذه الزوايا كانت بشكل عام يمارسون فيها شعائر العبادات والأدعية والأذكار وقد عملت إلى جانب المدارس والمساجد على نشر العلم فيها وكانت تدرس فيها علوم كالفقه والتفسير والحديث وكانت كمركز أيضا لإطعام الطعام وإواء الوافدين والفقراء فهذه الزوايا بشكل عام اشتهرت في العصر المملوكي وأشهر الزوايا التي كانت في العصر المملوكي والتي كان يتم فيها العبادة والعواء الفقراء وإطعام الطعام والوافدين وغيرهم كانت زاوية أبي القاسم الحواري في قرية حوارة وزاوية أبي علي الحريري بقرية أبسر في إربد كل هذه الزوايا كانت لها أو تختص أو خاصة للصوفية وكانت تدرس فيها علوم الفقه والتفسير وغيرها أما الجانب الآخر ألا وهو الخوانق والتي تعتبر هذه من المنشآت الدينية والاجتماعية التي انتشرت في العصر المملوكي وكانت هذه الخوانق هي بمثابة مأوى للصوفيين المتعبدين الذين ارتبطوا إنشاء هذه الخوانق بالزهد والإعراض عن الدنيا وحب الآخرة ومحاولة التعبد والتهجد بشكل كامل فكانت هذه الخوانق تداقم بتدريس والعبادة ومن أشهرها خانقة سيد بدر في عجل فهذه كان هدفها الأساسي هي الزهد والاعتراض عن الدنيا والابتعاد عن الدنيا واللجوء والتعبد بشكل كامل إلى الله عز وجل كلنا نعلم بأن الأردن قد مر عليه عدد من العلماء وهؤلاء العلماء ساهموا في تطور الحركة العلمية في العصر المملوكي ونتيجة النهضة العلمية التي قامت أو شهدها الأردن أصبحت مركزا للثقافة ومركزا مرموقة بالنسبة إلى المناطق المجاورة وبالبلاد الشام لذلك بدأت تستقطب الأردن عددا كبيرا من طلاب العلمي من الدول المجاورة وبدأت تأخذ العديد من العلماء وانتشر عندي عطاء العلماء في بلاد الشام ومصر وجميعهم وغيرها فلذلك كلنا نعلم بأن أشهر علماء الأردن في العصر المملوكي اشتهروا بعدد من العلوم كالعلوم الدينية والأدب والعقلية وغيرها أما بالنسبة إلى العلوم الدينية التي ظهرت في عهد الدولة المملوكية ألا وهو علم القراءات وعلم الحديث وعلم الفقه ولكن كل من هذه العلوم قد برع بها شيخ من الشيوخ أو عالم من العلماء فالعلوم الدينية المتفصلة عن علم القراءات قد برع بها علي بن يوسف الشافعي وهو يعد إمام القراء والنحويين أصله يعد من عمان ولكنه نشأ في القاهرة وتولى تدريس تفسير بالجامع الطولوني ثم تصدر لإقراء بالجامع الأزهر وكان من أشهر الكتب أو المصنفات هذا علي بن يوسف ألا وهو كتاب البهجة جمع فيه مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني وأخباره أما علم الحديث والذي برع فيه إبراهيم بن برهان الكركي والذي يعد قادر القضاء الحنفي وكان ذو فصاح في اللسانين العربي والتركي وأخذ العلم عن كبار العلماء لذا كان له أو كان إبراهيم بن برهان الكركي يتمتع بمكانة عريقة ومرموقة لدى السلاطين والأمراء المماليك حتى قبل أن يصبح سلطانا كان يتردد على بيته ماشيا وليأخذ عنه العلم والحديث عن الأمير طومان باي أما علم الفقه فبرع فيه عبد الله بن خليل الرمثاوي والذي كان يتلقى العلوم في دمشق ثم كان من أبرز مصنفاته منار سبيل الهدى وعاقدة أهل التقى أما العلوم الأدبية فلم يقتصر العلم والعلماء على الرجال فقط فها هي العلوم الأدبية تشتهر بها شاعرة الماضي ألا وهي عائشة الباعونية والتي يعود أصلها إلى مناطق عجلون من منطقة باعون شمال عجلون فهي تتعد شاعرة وأديبة وذات معرفة بالتصوف ولقبت بفاضلة الزمان وأهم مصنفاتها المفتح الحنفي فهنا نعرف أو نبين بروز دور المرأة في عهد القديم حتى وقتنا الحالي في الدولة الأردنية والعلوم العقلية قد تختلف في متقسيماتها إلى علم الكيمياء وغيرها من العلوم فهذا يوسف بن سلمان الكرمي ذا عصيته في بلاد الشام وذلك لأنه قام بعدد من التجارب على المعادنة الرخيصة حتى يقوم بتحويلها إلى ذهب وهناك اشتهر من الرجال الأردن في القضاء أحمد بن ناصر الباعوني والذي قام مع والده في الناصرة ودرس الفقه والتفسير بمدارس دماشق وتولى وولاه السلطان برقوق منصب قاضي قضاة الشافعية في مصر ثم عاد لدماشق ومات فيها ومن نسبة إلى رجال التصوف فهذا في الأردن برع به محمد بن علي العجلوني الصوفي والذي اشتغل بطلب العلم وبرز في التصوف في دماشق ووصلت شهرته إلى مصر وأصبح نائم السلطنة في مصر بعدما أقام سودون الشيخوني باستخدامه إلى مصر وتم توليه أو ولاه مشخة سعيد السعداء فهذا يدل على أن الدولة الأردنية مكانة عريقة لدى مختلف الدول وعلى مر العصور وهذا يدل على اهتمام دولة الأردنية منذ عهد المماليك وحتى وقتنا الحالي بالعلم والعلماء وأن الأردن كانت منارة للعلم في ذلك الوقت في نهاية الدرس أتمنى أن يكون قد تضح لكم الدرس أي استفسار يرجى مراجعتي على الخاص شكرا لكم